القناة تأليف جيكر خرشيد رسم غنى مرعب أمسكت يد أخي الصغير وقلت له محذرة إياك يا ياسر أن تلعب بكتبي ودفاتري وأغراضي عندما أكون غائبا في المدرسة ولكن أخي الصغير أخذ يبكي ويركد مسرعا نحو أم التي حضنته ومسحت دموعه فقال لها ياسر وهو يتناهد أخي عامر يحب أغراضه أكثر مني فأرد بغضب نعم أنا أحب أغراضي أكثر منك وأنت دائما تنشر الفوضى في غرفتي اقتربت مني أمي وقالت لي هذا أخوك وعليك أن لا تغضب منه لأنه ما زال صغير عليك أن تكلمه بهدوء كي يسمعك كلام أمي الرقيق أشعرني بالراحة وقلت في نفسي حاولت مع أخي ياسر كثير كي يبتعد عن أغراضي لكن من دون جدوى ذات يوم بينما كنت عائدا من المدرسة صادفت في طريقي بائعا جوالا يبيع أقنعة مصنوعة من الكرتون لفت انتباهي قناع وحش مخيف فخطرت لي فكرة شريرة اشتريت القناع وعدت إلى البيت ودخلت غرفتي بهدوء من دون أن يشعر بأخي الذي كان كعادته واقفا فوق الكرسي يفتش في خزانتي وضعت القناع على وجهي وناديت بصوت مخيف قائلا أنا الوحش ذو الأنيابي لماذا تلعب بأغراض أخيك؟ لكن أخي من خوفه سقط على الأرض وبدأ يصرخ ويبكي نزعت القناع فورا وحاولت مساعدته في النهوض لكنه ظل يبكي ويقول قدمي تؤلمني لا أستطيع الوقوف عليها أسرعت وناديت أمي التي حملته وأخذته إلى عيادة الطبيب وبعد انتظار طويل عادت أمي حاملة أخي بين يديها لقد كانت قدمه مكسورة عندئذ شعرت بأنني أشبه القناع الشريرة وربما كنت أكثر شرا منه فالوحش لم يكسر قدم أخيه وأنا فعلت جلست قرب أخي والدموع تنهمر من عينيه وقلبي حزين عليه وضعت يدي على جبينه الصغير وقلت له أرجوك أن تسامحني يا أخي الحبيب فأنت أغلى من كل ألعابي وأغراضي وأنا أعيدك إذا شفيت أن أدعك تلعب بكل أغراضي شعرت بيد تمسح دموعي إنها أمي تقول لي كن بإصلاح ما أفسدته فالبكاء لن يفيد أخاك خطرت لي فكرة ذكية أخذت قناع الوحش المخيفة وعدت إلى البائع بدلته بقناع مهرج مضحك ثم عدت إلى البيت ووضعته على وجهي وبدأت أقفز أمام أخي وأقوم بحركات مضحكة تنسيه الألم وكما توقعت بدأ أخي الصغير يضحك بقيت ألاعبه وأمازحه إلى أن شفي تماما قال لي أخي عندما شفيت قدمه لن أزعجك بعد اليوم ولن ألعب بأغراضك وكتبك إذا لعبت معي هكذا توصلت إلى حل لمشكلتي مع أخي الصغير أن ألعب معه كي لا يشعر بالوحدة والغيرة من كتب ودفاتري وألعابي ترجمة نانسي قنقر